اهلا بكم من جديد ليظل التساؤل ما طبيعة هذه العلاقة وما هي الادلة على ذلك وما هي اهداف ايران من وراء دعم البوليزاريو وما هو المتوقع من الكونغرس الامريكي للتعامل مع هذا الملف وما تداعيات ذلك على مستقبل اي مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو هذه النقاط وغيرها اناقشها مع ضيفي في هذا الجزء من حلقة اليوم من وراء الحدث لكن بعد متابعة هذا التقرير هل ينجح الكونغرس الامريكي في اثبات العلاقة بين ايران وجبهة البوليزاريو ففي سابقة هي الاولى داخل اروقة الكونغرس قدم اعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون بمجلس نواب يؤكدون فيه مجددا على ثوابت العلاقة التي تجمع بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية ويدونون فيه التواطئ بين جبهة البوليزاريو وايران والاذرع الموالية لها وكذلك اهداف ايران المزعزعة للاستقرار في منطقة شمال افريقيا وغيرها ويدين مشروع القانون ايران التي تقدم دعما ماديا ولوجستيا لمنظمات ارهابية تنشط في منطقة الشمال الافريقي والساحل وفي هذا السياق يجدد مشروع القانون تأكيد دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية والذي يصفه بانه جدي وذي مصدقية ووقعية وياتي تقديم هذا القانون على اثر المساعي التي بذلتها الدبلوماسية المغربية لدى مراكز صنع القرار في واشنطن للسعي وراء تقديم ادلة تثبت التواطئ الواضح بين ايران وجبهة البوليزاريو كان المبعوث الاممي الخاص في الصحراء المغربية دعا كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليزاريو الى الاجتماع بجنيف الأول من ديسمبر القادم بهدف اطلاق جولة جديدة من المفاوضات من اجل تسوية الصراع الذي تجاوز عقده الرابع هذه تحركات قد تبدد غموض مستقبل الوساطة الاممية في ظل تأكيد المغرب على عدم دخولها في اي مفاوضات دون فرض الجزائر كطرف مباشر في الصراع ودعوتها الى تحمل مسؤوليتها التاريخية والاقليمية خاصة في ظل ما ابدته موريتانيا من اعتدال عبر عنه وزير خارجيتها من خلال زيارة الى المغرب قبل اجتماعات الامم المتحدة المزيد من التحليل ينضم الينا من واشنطن السيد كاظم الوائلي البحث في الشؤون الامريكية كما ينضم الينا من الرباط الدكتور خالد الشرقاوي السموني مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية ابدأ معك من واشنطن سيد كاظم ما هي دلالات اطلاق مشروع القانون الامريكي من داخل الكونغرس الامريكي بشقيه الجمهوري والديمقراطي نعم مساء الخير الدلالات هي العلاقة التي توطدت مؤخرا ما بين الجزائر وايران من خلال السفير الايراني الموجود في الجزائر وكذلك المستشار الثقافة الايراني امير موسى الموجود في الجزائر وهم عليهم اصابع الاتهام بمساعدة او بدعم جبهة البولوساريو نحن نعرف تقليديا وتاريخيا تضلع الجزائر بدعمها اللوجستي والعسكري والسياسي الى جبهة البولوساريو منذ تأسيسها 1973 هذا الدعم يأتي على خلفية تاريخية ام لتصفية حسابات سياسية سيد قدم بين الجزائر والمغرب هي حسابات تاريخية هناك اراضي مغربية حسب الخرائط العثمانية 1881 التي توضح ان هناك اراضي كبيرة قضمتها فرنسا عندما استعمرت الاراضي الجزائرية وان بعد ان خرجت فرنسا من الجزائر بقيت هذه الاراضي تحت الدولة الجزائرية ولكن هناك شيء في عصر هواري بومدين هناك كانت مزاج ثوري وهناك ثورية والثورية هي الاشتراكية هناك كوبا والتحالي السوفيتي والجزائر في ذلك الوقت ارادوا ان يدعموا الحركات التحريرية كما تسمى وبالذات هي البوليساريو هي جبهة تحرير الشعبية في الصحراء الغربية ولذلك وصلت هذا الان ايران هي نعرف ان ايران مزاجها ثوري وحيث يقولون حيثما يوجد مستضعفين في الارض سنكون هناك لمساعدة هؤلاء المستضعفين ولذلك هم يريدون ان يصلوا الى جبهة البوليساريو لمساعدتهم بين قوسين لتحريرهم من ما يسمى الاحتلال المغربي حسب ما هم يسمونه نعم الاراضي هي مغربية والاراضي تسيطر عليها المغرب وهي طبعا 266 ألف متمرضة هل هذا ما تؤمن به سيد كاظم ان ايران بالفعل هي ربما تسعى لنجدة المستضعفين يعني لماذا انتقلت من الشرق الى الغرب خاصة ان المراقبين يرون بانها تجد موطئ قدم لها في اي مكان فيه اشتعال او نزاع او صراع ما بين بعض الدول في منطقة ما لتجد لنفسها موطئ قدم في ذلك المكان هي الان تحاول ربما وفقا لمراقبين ان تنقل دورها من الشرق الى الغرب او شمال افريقيا وغرب افريقيا بالتحديد نعم البوابات البحرية وهي لايران موطئ قدم على البحر المتوسط من خلال حزب الله وتواجدها في سوريا لايران تواجد على مضيق باب المندب والبحر العربي والمحيط الهندي على جهة اليمن والان ايران تريد ان تصل الى المحيط الاطلسي من خلال بوابة الصحراء الغربية ودعمها للبوليساريو البوليساريو لديهم تلك المقبولية ضمن الدول التي لديها المزاج الثوري نحن كما ذكرنا هناك الجزائر وكوبا كانت في وقت ما كانت تساعد وكانت تستضيف الاف من اعضاء جبهة البوليساريو والان ايران اخذت مكان كوبا ومكان ربما الجزائر لمساعدة البوليساريو لإيجاد قدم لها على الاراضي المغربية المورتانية طيب دعني انتقل الى ضيفي من الرباط دكتور خالد الشرقاوي لا اعلم ان كنت تتفق مع ضيفي من واشنطن حول المزاج الثوري لدى ايران والتي تدعم البوليساريا من خلال هذا المزاج ام ان هناك اهداف اخرى ربما تأتي من خلال ما عرف عن ايران بمحاولة فرض نفوذها في بعض المناطق العربية شرقا وهناك ادلة كثيرة وهي تحاول الان نقل هذا الدور الى شمال افريقيا وغربها نعم في البداية اتفق مع الاستاذ كاظم فيما يتعلق بتحليله ايران منذ التورة الخميني وهي تسعى الى التوغل في عدد من الدول العربية وفق خطة استراتيجية والسنوات الاخيرة اصبحت تفكر في التوغل كذلك في افريقيا وعقدت عدد من اتفاقيات اقتصادية والثقافية في دول افريقيا سواء في شمال افريقيا او في انقارة السمراء فهذا المخطط الايراني ليس هو بحديث وانما منذ سنوات وهي تخطط طيب ولكن لماذا لا تدعم ايران البوليزاريو مباشرة لماذا عن طريق حزب الله ولماذا على ارض الجزائر وليس في المناطق المتنازع عليها والتي تسيطر عليها الجبهة لا هذا نوع من تكتيك ومن تختيط استراتيجي لايران فهي لا تريد ان تظهر في الصورة فهي تدعم حزب الله ليقوم بهذه الوظيفة فحزب الله حسب المعلومات التي توصلت بها الخارجية المغربية يقدم اسلحة لجبهة البوليزاريو لتهديد استقرار ووحدة المغرب ولهذا السبب ان الخارجية المغربية قطعت علاقتها ديبنوماسيا مع ايران وطلبت بترحيل السفير الايراني لهذا السبب فايران لها مخطط وهي لا تظهر في الصورة حزب الله ودد يقوم بهذه المهمة لماذا ان كانت المغرب قد اتخذت خطوات بلوماسية مع ايران من قبل لماذا الآن في هذا التوقيت هل التوقيت دلالة ان يخرج هذا المشروع مشروع القانون الامريكي من اروقة الكونبريس اولا هناك علاقات تاريخية تربية الولايات المتحدة المغربية الولايات المتحدة الامريكية مع المملكة المغربية لان المغرب اول دولة اعترفة بالولايات المتحدة الامريكية سنة 1777 فهناك علاقة تاريخية علاقة اقتصادية علاقة استراتيجية مبنية على التضامن والتعاون وحماية المصالح فامريكا لاحظت بان مصالحها مهددة في شمال افريقيا ولاحظت بان هناك خطر قادم قادم الى المحيط الاطلسي خاصة ان ايران تبحث على منفذ عن طريق الصحراء المغربية الى المحيط الاطلسي ومما سيقوي دورها العسكري ويجعل ايران تكون لها القدرة على مراقبة تحركات امريكية لهذا السبب ان امريكا فطنت الى هذا الخطر القادم لايران عن طريق ولوجها الصحراء المغربية وهي لا تظهر في المواجهة وانما وظفت حزب الله ليقوم بهذه المهمة مع الاسف يعني ربما السيناريو يتكرر يعني ما بين الشرق وما بين الغرب العربي دور الايراني وتوظيف ادرع تابعة لها لتقوم من خلالها بحرب قد تكون حرب بالوكالة لتحقيق ما يعرف ب شرقا الهلال الايراني الشيع والهلال الشيعي ولكن الان قد يكون هناك اهدف اخرى في الغرب العربي ولكن دعني انتقل الى واشنطن سيد كاظم هل الكونغرس يحمل دلائل وبراهين لتأكيد تورط ايران في دعم البوليزاريو ام انها الدلائل والبراهين التي كانت في جعبة الجانب المغربي نعم اعتقد اخذ جانب انه هناك دلائل وبراهين قدمها الجانب المغربي ولكن الجانب المغربي ايضا قدم هذه الدلائل والبراهين الى الى طهران من خلال زيارة وزير الخارجي المغربي ناصر بوريطة في اواخر شهر مايو من هذه السنة وذهب الى ايران وقدم لهم الدلائل نعم نفتها ايران ونفتها جبت البوليزاري بالضبط هناك نفي ولكن الكونغرس حسب ما قال الدكتور خالد انه هناك علاقة تاريخية بين الولايات المتحدة والمغرب وتوجتها الاتفاقية الامنية اول اتفاقية امنية في تاريخ امريكا وربما في تاريخ العالم كله بين المغرب وبين الولايات المتحدة الامريكية 1887 وكانت تسمى اتفاقية الصداقة والسلام بين تامس جيفرسون والسلطان محمد الثالث في ذلك الوقت اذا هناك جانب ثقة وهناك تعاطف من قبل الكونغرس الامريكي مع المغرب 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 هل تباير شكل ذلك الدعم هل هو تدريب هل هو دعم عسكري مباشر دعم لوجستي دعم مادي لا لا اكون منصفا انا لم ارى اي دلائل ان هناك دعم في كل المناحي يعني ولكن المملكة المغربية تقول هناك ادلة وهناك ثوابت وبراهين ولكن نعرف ان العلاقة الجزائرية الايرانية قوية جدا والجزائر منذ 1975 الى 1991 الحرب ما تسمى بحرب الصحراء الجزائرية تساعد الجبهة البوليساريو ولكن سيدة العزيزة انت ذكرتي ان هناك ربما يكون تمدد شيعي لا اعتقد واستبعد ذلك لأنه جبهة البوليساريو طابعها ومزاجها هو يساري علماني وهم ناس سنة يعني لا اعتقد هناك تمدد شيعي في تنك المنطقة اذا هناك اي تمدد لم يكن هناك نفوذ ايران سيكون نفوذ عسكري بخصوص شيء يتعلق ربما بمسألة التعليم او بث المنهج الشيعية لدى المغاربة الموجودين في منطقة الشرق اقصد الشرق العربي اعتقد المغرب معروف بطابعه المالكي والشافعي ايضا وهم ناس ادارسة واكثرهم هم حسينيين ومسويين يعني محتم لكم يمتدون الى السلالة المحمدية فهذا يعني نريد نطلع عن هذا الموضوع طيب هل يمكن ان نشهد سيد قادم هل يمكن ان نشهد ضغطا امريكيا على الجزائر باتبار الارض التي تنفذ عليها المخططات الايرانية هي ارض جزائرية من خلال دعم العسكريين او الصحراويين الموجودين في مخيمات تين دوف وهي على التراب الجزائري بالضبط نعم سنشهد ضغط على الجزائر لان الجزائر الان يعني تعتبر بؤرة المشاكل في تلك المنطقة في المغرب العربي يعني في تونس وفي ليبيا تنطلق هناك العمليات في تونس والتي تنطلق من الاراضي الجزائرية حسب ما يوصفها المحللين الاستخباراتين والعسكرين وكذلك المقر مقر البوليساريو الشبه الرسمي هو في تندوف وهو المقر التي تأسست الجبهة 1973 في تندوف وهناك رمزية وهناك رومانسية تندوف نعم ربما يكون هناك ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية على الجزائر لرفع يدها من دعمها إلى البوليساريو وكذلك من تعاملها مع إيران إذا صح إذا هناك دلال والبراهين للابتعاد عن إيران وإيصال إيران ونفوذها إلى الصحراء الغربية دعني أنتقل إلى دكتور خالد الشرقاوي إلى أي مدى كل هذه المعطيات ربما التي تتزامن مع دعوة المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية لم شمل الأطراف في مباحثات ديسمبر المقبل هل سيحضر هؤلاء الأطراف هل سيتغيب بعض الأطراف أم سيكون هناك بالفعل ضغط أمريكي على هذه الأطراف لإجراء تلك المحادثات بعد إطلاق هذا المشروع المشروع الأمريكي ولا بد أن نشير أن المملكة المغربية قدمت مقترح حول الحكم الداتي وهو مقترح جدي وواقعي ولقية رحيبا من الأمم المتحدة ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن فرنسا ومن بريطانيا ومن عدد من الدول والقواء العظمى في الأمريكية أو الأوروبية هل باتت الآن الأرضية جاهزة هذا من جهة وأن المغرب نعم هل باتت الأرضية الآن جاهزة للعمل على المشروع الحكم الذاتي الذي تبنته المغرب من خلال مشروع القرار خاصة بعد أثبار المولايات المتحدة البوليزاريو ملممة رهابية تمولها إيران بالنسبة للمملكة المغربية فهي الأمم المتحدة وقدمت مشروع كما قل جدي وواقعي وهي مستعدة أن تلتزم وتطبق هذا المشروع على أرض الواقع فالمشكل في الأطراف الأخرى المتفاودة مع المغرب فهناك عراقيل غالبا تكون من طرف الجزائري فالطرف الجزائري عنصر مؤثر في المفاوضات هل يمكن أن يكون هناك طرف آخر معاوضة؟ دائما مستعدة للتعاون والتفاوض في إطار حل سياسي معترف به على المستوى الدولي دكتور خالد هل يمكن أن يكون هناك طرف آخر معاوضة؟ يعني نعلم نعلم أن الموقف الروسي بدأ مؤيدا للجبهة رغم تأييدها للمفاوضات بين الأطراف للوصول لحل عادل للقضية وفقا لروسيا هل فيعتقادك كيف يمكن أن يكون الموقف الروسي الآن بعد إطلاق مشروع القرار أو مشروع القانون الأمريكي؟ وهناك علاقات قوية ومتينة بين المملكة المغربية وروسيا ولكن أحيانا تتغير هذه العلاقات من حيث المواقع الاستراتيجية ومن حيث الأحداد فنتوقع أن يتغير الموقف الروسي تجاه المملكة المغربية في قضية الصحراء ولكن دائما أن المملكة المغربية تعتبر أن روسيا دولة صديقة وتربطها معها علاقات اقتصادية وتقافية متينة طيب دعني أنتقل بهذا المحور بالتحديد لدكتور كاظم هل يمكن تصنيف عمل حزب الله على أنه مناورة لخدمة أجندة إيرانية تصب في مصلحة روسيا بجعل التوتر في المنطقة أمرا قائما يسهم في دفع نزاع الصحراء المغربية إلى الواجهة الدولية ويمكن وضع ذلك ربما في إطار حرب باردة جديدة ما بين روسيا وأمريكا من جهة وأمريكا وإيران من جهة أخرى نعم موقف روسيا من الصحراء الغربية ومصير الصحراء الغربية دائما موقف سيء والدليل على ذلك أنه عرقلت اتفاقية أو اقتراح أو خطة جيمس بيكر عام 2000 المبعوث الأمميكان والوزير الخارجي السابق جيمس بيكر بشأن مستقبل ومصير الصحراء الغربية وإقامة استفتاء شعبي لتحديد المصير لمدة خمس سنوات يعني من المفروض 2005 يكون هناك استفتاء ولكن روسيا استخدمت حقها بعرقلت هذه الخطة وجعلت ما يسمى ستارس كوو الوضع الحالي فروسيا دائما هي يعني أخذت الأرث السوفيتي والأرث الشيوعي والبوليساريو لديها ذلك المزاج الانفصالي واليساري فلذلك هناك تلاقي في الرؤى والأفكار بين روسيا وبين البوليساريو فأنا أعتقد هناك انحياز روسي باتجاه البوليساريو يمكن أيضا الانفترات المغرب ومشروع عبوب الغاز الرابط بين نارجيريا والمغرب ثم أوروبا مشروع يضع في تأثير الروسي المزاود الرئيس لأوروبا بالغاز الطبيعي وقد يكون ذلك أيضا دافعا للدعم الروسي وفقا لمراقبين عفوا انتهى وقت الحلقة شكرا جزيلا لك من واشنطن سيد كاظم الوائي الباحث في أشؤون الأمريكية أيضا الشكر موصول لدكتور خالد الشرقاوي السموني مدير مركز الرباط لدراسات السياسية والاستراتيجية كان معنا من الرباط